على رأس قائمة الثروات التي يرتكز عليها العراقي كمصدر دخل تكتوي الثروة السمكية بعوامل خطيرة دفعت بها إلى التراجع من نواحي مزارعها وتربيتها وظروفها الصحية وأسعارها ومع ما يعانيه العراق من جفاف وشحن للمياه العوامل التي ساهمت على مدار سنوات ماضية ولازالت تضرب فرص انتعاش الثروة السمكية فإنها أثرت في جودة المياه سيما بعد إن كشفت لجنة تحقيقية في دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة عن أن أسباب نفوق الأسماك تعود لانخفاض نسبة الأكسجين وارتفاع نسبة الأملاح بفعل الإطلاقات المائية القليلة بحسب تقارير رسمية لسنوات ماضية فإن معضلة شح المياه وارتفاع نسب الأملاح دفعت بأصحاب الأحواض السمكية إلى مسلسل خسائر مستمرة وهو ما يقلل إنتاج العراق من ثروته السمكية بشكل واضح ومع كل هذا فإن حالة احتقان في أسواق الأسماك يطلقها أصحاب الأحواض والمزارع السمكية بعد أن أصدرت وزارة الموارد المائية قرارا يقضي بردم المزارع غير المرخصة التي مصدرها من المبازل الأمر الذي قدر مربون أن يتسبب بارتفاع سعر الكيلو ليصل إلى 20 ألف دينار بسبب قلة العرضة الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك وصفت قرارا ردم الأحواض غير المرخصة بالمجحف والذي أدى لخسارة نحو 50 مليون دينار من حصيلة إنتاج أي مرب للأسماك إذ كان يعتمد كل واحد منهم على مياه البزل بنسبة 100% وهو ما يفتح باب الاستراد من الخارج والذي يساهم كذلك في ضربة للمنتج الوطني أزمة اقتصادية تلوح بها أسماك الإرعق هذه المرة تثقل بها كاهل المواطن الذي يتعرض لأزمات اقتصادية بفعل مشكلات تتفاقم دون حلول كالزراعة والمياه والنفط وفرص العمل والحبل على الجرار ترجمة نانسي قنقر